دكتور محمد انت شفت الكلام اللي بيقوله نور هي برضو بيقولك الأطفال بيحبوا في السن ده يعملوا حاجات كده وطبعا ده خطير طبعا معروف ان الأطفال بيحبوا أو الشباب بيحبوا يجربوا كل حاجة بس فيه بنات في السور مش بس شباب اه عموما يعني الأطفال أو المراقين يعني لكن لازم يكون عندي بيز أو قاعدة أنا إمتى أجرب حاجة الحاجة اللي بتدريني ما أعملهاش موافوظا أنا عندي عقل بأفكر به الحاجة التانية الإشراف هما بيعملوا الحاجات دي فين في المدرسة في البيت لازم يكون فيه إشراف وتوجيه مستمر وكويس طبعا المشكلة دي الناس انتبهت لها علشان ينبهوا الطالبة وإحنا ننبه على أولادنا أن ده ما يحصلش أنه ممكن ده يؤدي المشاكل كتير طيب اللحظة دي اللي هو بيقول عليها كان بيحكي نور بيقول أنه حصل له رعشة وأغمى عليه يعني وكان عنده 15 سنة برضو يعني ما هوش يعني كبير قوي فاللحظة دي الرعشة دي بقى ممكن كتتودي فين الحمد لله أنه عدى بسلام ممكن حد ما يعديش لا من الرعشة ولا من الإغماءة دي إحنا دائما بنشوف ناس كتيرة جدا بممكن يغموا عليها في مواصلة عامة وفي الشارع واحد مرهق شوية مش شارب مياه في وقت الحر فالجسم لما الدورة الدمولية اللي راحل المخ بتقل المخ بيفقد السيطرة والإنسان بيقع على الأرض وبعدين التضفق الدم للمخ بيستعاد تاني والإنسان بيبدع أن هو يستعيد وعيه عشانا ننصح الناس لما حد يقع على الأرض ما قعدوش ما وقفوش أسيبه نايم وارفع رجليه علشان الدورة الدموية ترجع وتنتظم تشتغل تاني والمخ يجيله الدم المحمل بالأكسوجين ويرجع يفوق تاني ده اللي بيحصل فيه اللي هما بيعملوه بس طبعا لو الدم ده تضفقه أو الأكسوجين نسبته نزلت وما قدرتش هسترجع الدورة الدموية للمخ ممكن يحصل إصابات كتيرة ممكن أجزاء من المخ تتأثر تأثر يحصل تشنجات يحصل لقدر الله جلطة ممكن لو طولت شوية تأثر على الحياة هل ممكن تعمل جلطات في الجسم؟ طبعا حتى للسن الصغير دول طبعا هو طبعا مفروض أن الدورة الدموية عند الأطفال أو الاستعاب أو مخوم يستحمل فترات اللي ما فيه دم أو النقص أكسوجين فترة أكثر من الكبار لكن برضو ما فيش حاجة مأمونة لأنه أنت كمان مش عارف حالة الطفلة أو الطفلة يعني حالته الجسمانية أو يعني عاملة إزاي يعني فيه برضو ناس بنيتهم ضعيفة مش كل الناس بنفس القدرات وده لو عمل التجربة دي ودخل فيها ممكن يحصل له مشاكل فعلا فكل الأطفال مش زي بعض والأطفال برضو أنهم يسيطروا على اللعبة دي هي دي مش لعبة طبعا دي حاجة خطر ما فيش تبقى لعبة لكنهم ممكن يسيطروا ما يقدرواش يستعيدوا أو يسعفوا صاحبهم ده بسرعة ممكن يحصل مشاكل هل ممكن تعمل جلطة كمان في المخ أو توقف لا ممكن تعمل كده طبعا ممكن يتأثر كده لو طولوا شوية أو أنه هو ما قدرش يستعيد نفسه بسرعة ممكن يحصل مشكلة طيب خليونا ناخد الأستاذة طيب خلينا حنشوف برضو عايزين نعرف برضو يعني أولياء الأمور يعني الحقيقة الواحد بيبقى متعاطف معاهم لأنه أنت ما تعرفش كمان الأولاد بيعملوا إيه أو الألعاب شكلها إيه وتبدو أنها ممكن تكون لعبة يعني تبدو بدنية لو حد شايفها من بعيد مش عارف هم بيعملوا إيه لكن هي كمان فكرة كمان أنا عايزة الصورة ترجع تاني فكرة اللي بيخنق بقى اللي هو بيوقف بيدوسوا هنا على الرقبة طب اللي بيعمل ده ممكن تكون إيده جمدة فيخنقه فعلا طبعا هو ده نوع من أنواع الخن هو أنا دلوقتي بعمل إيه أنا بمنعهم التنفس أو أن أنا بقل تضفق الدم وده ممكن يؤدي إلى مشكلة طبعا لأنه اللي بيعمل بييده ده هو مش عارف وبيعمل إيه هدي الفكرة هو مش عارف بيعمل لديه ومدى أثره وإمتى يبطل فهي برضو زي ما قول هي مش لعبة هي مش حاجة تتجرب أو اللي يعرف يعملها يعملها هي مش لعبة خالص هو إجراء سيء جدا ممكن يؤدي لعواقب وخيمة جدا بين الأطفال وحد هو بيعمل كده الحقيقة يعني وحصل له بقى مشكلة إيه الإسعافات الأولية وطبعا أي حد يحصل له غيبوبة أو فقدان للوعي أول حاجة من الموجودين محيطين الحوالي يعملوا حاجتين إن أنا خليه مستلق على الأرض وإن أنا أرفع رجله ولو أنا عندي معلومات طبية شوية أشوف النبض بتاعه وبيتنفس وده لا لقيته طبعا النبض بتاعه منتظم وبيتنفس خلاص هو شوية يعني بس لو هو في مجال مدرسة أو أطفال وكده أعتقد الإسعاف لا طبعا وجود دكتور طبعا طبعا